الحكومة رسمياً وبكتب رسمية أهلاً وسهلاً بكم حياة الله وجهت لرئاسة البرلمان كتاب صريح لا يقبل الشك يقول هناك جداول موازنة مختلفة بين القرص المدمج وبين الورقية وتقول هناك ثلاث موازنات مختلفة اتهام رسمي مما لا يقبل الشك أنتم في اللجدة المالية مطلعين على حقائق الأمور وأنتم منعات جداول موازنة شنو حقيقة ما تدعيه الحكومة في واحد سبعة ورد الكتاب من رئاسة الوزراء بأنه هناك تغييرات بالجداول اطلعنا على هذه الجداول ووصلتنا نسخة من هذه الجداول وكنت أنا أحد أعضاء اللجنة بسرعة كان هناك لجنة تحقيقية أو تحققية لأنه لا بد أن يكون ما هو سبب هذه التغييرات وإحنا رفعناها على أساس هو الأرقام الموجودة حسب ما وردت من مجلس الوزراء هذا الكلام في واحد سبعة يا ستة محاسم يعني بدون في واحد سبعة نعم في واحد سبعة وردتنا من رئاسة الوزراء دققنا الأرقام وجدنا بأنه هناك ما يقارب 15 تريليون هناك فرق ما بين التخصيص الموجود في الموازنة المرفوعة من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء وما بين الجداول اللي وردت من مجلس الوزراء على أساس هناك تغييرات بالأرقام نعم قارننا الأرقام وين كانت الأرقام بالنسبة للإرادات النفطية نحن في جداول موجودة للإرادات النفطية 120 تريليون وكسر لكن في الجداول المغيرة أصبحت الإرادات 125 تريليون كذلك بالنسبة للحاكمة هناك سنة 5 تريليون على الواردات النفطية هذه 5 تريليون بعد نعم الرسوم الرسوم أيضا هناك فرق إرادات الرسوم 3.750 هذه الرسوم من وزارة الكهرباء على أساس من الجباية أيضا انشالت من مكان وتخلت في مكان ثاني أخفيت كذلك هناك 5 تريليون انرفعت هذه الرسوم وقللوا المبلغ ونضاف إلى مكان أخرى إلى وزارة التجارة الحاكمة كان على أساس 1 تريليون وخمسمائة مليار لكن صارت ما يقارب 6.5 تريليون الحاكمة وهناك فروقات بالأرقام وهناك فروقات أرقام بسيطة يعني ما مجموعه بـ 14 تريليون وخمسمائة مليار تقريبا فإحنا بالنسبة لنا أجرينا التحقق شفنا الأرقام الأوراق التي طلعت من اللجنة المالية أوراق نفسها وحسب قرار موجود بأنه اعتمدوا الأرقام التي وصلت إلى مجل الوزراء أنت الآن تثبتين أمام الرأي العام أنه صحة رواية الحكومة أنه هناك 15 تريليون تمت إضافتها هذه غير مطلوبة من الحكومة أنتم ثبتتم هذا الآن أنت حضرتك تقولين أنه بعد أن في 1-7 بعد ما وردتنا الكتب من رئاسة الوزراء دققنا بين الموازلة التي أرسلناها للتصويت وبين الموازلة التي تم إرسالها إلى مكتب رئيس الوزراء وقد وجدتم أثناء المراجعة أنه هناك فرق 15 تريليون دينار بمعنى أثبتتم اللجنة المالية أن هناك تلاعب بالموازلة نقترى السطر تمام صحيح يجدنا جداول جداول إذن شؤال الآخر إذن التلاعب تم في مجلس النواب فقد تتحقق الآن من الذي تلاعب قصة التجوير تم إثباتها من قبلكم أنتم الآن في طور التحقيق من الذي تلاعب في جداول الموازلة أكيد إحنا في طور التحقيق من الذي تلاعب بالموازنة ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة